توريد وتركيب مجاري الهواء وتوريد وتركيب مجاري الهواء ده بيكون بعد مرحلة اللياسة او قبل مرحلة اللياسة في حالة انه العميل مستعجل بشكل كبير جدا بيتم تركيب مجاري الهواء والوحدات التكيف وبيتم التغليف للدقطات والمكيفات الوحدات الداخلية بالنيلون حتى لا تتأثر من اعمال اللياسة والترتشق وخلافه افضل يتم تمديد مجاري الهواء بعد اعمال اللياسة حتى لا تتأثر وحدات الداخلية وحدات التكيف الداخلية ومجاري الهواء طبعا مرحلة توريد وتركيب مجاري الهواء التنسيق مع مصنع الدكت أو الوركشوب وبدء التنفيذ لأعمال مجاري الهواء وفق المواصفات الفنية الصحيحة والتي تساهم في نجاح منظومة التكيف لتجنب مشاكل كلة التبريد أو الأصوات الصدرة من مجاري الهواء طبعا عندنا برامج معتمدة زي برنامج الدكت سايزر بيتم عمل الحسابات الهندسية والحسابات الفنية لمجاري الهواء بناء على المخطط المطلوب وبالتالي بنعطيه له قسم التصنيع لتصنيعه